بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وصلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أخضر الصلاة وتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الأول التهيلي أسعد بتواجدي من خلال هذا الدرس معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى سيكون عنوان درسنا لهذا اليوم أم المؤمنين خديجة بن خويلد رضي الله عنها هو عنوان درسنا لهذا اليوم نبدأ على بركة الله تعليمات هامة في البداية يا أبطال اختيار المكان المناسب للتعلم أجهز كتابي وأدواتي المدرسية أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص له ستحصل على عبارات ثناء عند حل كل نشاط مع المعلم إذن يا أبطال من المهم جدا أن يكون لدي القلم لدي الكتاب بعيد عن كل ما يشغلني عن الدرس حتى أستطيع الاستفادة الاستفادة الكاملة من هذا الدرس وحل الأنشطة التي لدينا في درس أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وسنشير إلى رقم الصفحة في الكتاب والتأكد من غلاف الكتاب الذي لديك حتى تستطيع الحل بطريقة صحيحة تأكد أن الكتاب لديك كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الأول التأهيلي الفصول الدراسية الثلاث صفحة الدرس لدينا هي الصفحة رقم عشرة الصفحة رقم عشرة الدرس الثاني أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها بالإمكان إذا لم يكن لديك الكتاب كذلك هذا هو رابط الدرس الرقمي سيتوجه بك مباشرة إلى صفحة الكتاب صفحة الدرس هي الرقم أربعة عشر الآن سنستعرض العديد من الأنشطة النشاط الخامس لدينا أرسم دائرة حول الإجابة الصحيحة السيدة خديجة رضي الله عنها عرضت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم العمل معها في التجارة أم في الزراعة أم المؤمنين يا أبطال خديجة سأقوم بإعطائكم هذه المعلومة وتذكروها من الخيارات التي كانت لدينا قبل قليل ولنختار الإجابة الصحيحة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت معروفة بالتجارة كانت عرفت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وردت من النبي صلى الله عليه وسلم العمل معها في التجارة وتجارة لديها بعض الأشياء تجارة يعني لديها أشياء تبيعها وتشتري أشياء وتقوم ببيعها تحضرها مثلا من الشام وتبيعها في مكة هذه هي التجارة وكانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها راغبت أن يعمل الرسول صلى الله عليه وسلم لديها في التجارة الآن ستظهر لديك الخيارات التجارة أم الزراعة ما هو الخيار الصحيح؟ شاهد أمامنا السيدة خديجة رضي الله عنها عرضت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم العمل معها في التجارة أم الزراعة؟ أحسنتم عرضت العمل معها في التجارة التمويز هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة ومن خلالها كذلك كما أشرنا نستطيع بناء الهرم الذي لدينا نستطيع بناء الهرم الذي لدينا في هذه الحلقات التي نقوم ببنائها عند كل إجابة صحيحة النشاط الخامس كذلك لدينا أن خديجة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا السؤال كذلك أريد منك اختيار الإجابة الصحيحة عرضت السيدة خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل معها في التجارة لأنها سمعت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وكرم أخلاقه أو لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من بني قريش لماذا طلبت خديجة من محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل معها هل هو بسبب أنه طلب بسبب أنه من قريش أو بسبب أمانته و صدقه و حسن أخلاقه و تعامله لماذا أم المؤمنين خديجة طلبت أن يعمل معها في التجارة أي الخيارين هو الخيار الصحيح؟ الخيار الصحيح لأمانة الرسول صلى الله عليه وسلم فهي اختارت العمل معه لأمانته عليه الصلاة والسلام فسمعت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته و كرم أخلاقه إذن ما هي الإجابة الصحيحة؟ عرضت السيدة خديجة رضي الله عنها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعمل معها في التجارة؟ أي الإجابات هي الإجابة الصحيحة؟ أي من هذه الإجابات هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم لأنها سمعت بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ممتاز يا بطل أحسنت هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة و بذلك نستطيع كذلك إكمال بناء الهرم لدينا حتى نستطيع إكماله كاملا من خلال حل هذه الأسئلة تأكد أننا انتقلنا إلى الصفحة التي تلي الصفحة التي بدأنا فيها الدرس في الصفحة رقم 16 في الصفحة رقم 16 إذن عرضت خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها عن نبي صلى الله عليه وسلم العمل معها لأنها عرفت أمانة الرسول صلى الله عليه وسلم و صدق النبي صلى الله عليه وسلم و طيب أخلاقه هذا هو السبب الذي جعلها تعرض العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم في اتجارة لأنها عرفت طيب أخلاقه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لدينا النشاط السادس اكتب صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي رأتها السيدة خديجة رضي الله عنها في جمل مفيدة الأمانة والصدق ضع ما ترى من الجمل المفيدة الآن كلمة الأمانة أريد منك أن تضعها في جملة مفيدة الأمانة ضعها في جملة مفيدة يعني ضعها في أكثر من كلمة الأمانة خلق النبي الأمانة خلق عظيم من حسن الأخلاق الأمانة أي جملة تستطيع من خلالها أن تضع كلمة الأمانة وكذلك الصدق الآن قم بإيقاف المقطع وقم بحل هذه الإجابات ثم بعد ذلك نكمل حل بقية هذه الأسئلة شاهدها أمامك وقم بحلها في الكتاب لديك ونحن كذلك سنقوم بحل ووضع بعض الإجابات بالإمكان الأمانة خلق المسلم وكذلك بالإمكان أقول الصدق أقول الصدق هي جملة مفيدة أحسنت وزادك الله علما وبهذا استطعنا كذلك إكمال بناء الهرم الذي لدينا من خلال هذه الإجابة الصحيحة التي قمت بالإجابة أو كتابة أو عبرت عن هذا المعنى وبالإمكان إذا لم يكن لديك جملة كذلك أن تكتب الكلمات التي رأيتها والتي قمنا بكتابتها سويا لهذه العبارتين الأمانة والصدق وهي أخلاق يجب علينا جميعا أن نتحلى بها يا بطل الآن لنذهب إلى السؤال الذي يليه تذكر أننا في الصفحة ستة عشر كذلك من الصفات عدم الغش من الصفات النبي صلى الله عليه وسلم التي رأتها السيدة خديجة رضي الله عنها في جملة مفيدة أكتبها عدم الغش وكذلك الصبر نلاحظ أمامنا الإسلام أمرنا بعدم الغش أريد منك كتابة جملة كذلك في الصبر الصبر ضعه في جملة مفيدة في صفحة الدرس رقم ستة عشر ضعه في جملة مفيدة بالإمكان لنتعلم الصبر لنتعلم الصبر كل هذه من الجملة التي نستطيع من خلالها أن نضع هذه الكلمات في جملة مفيدة أحسنت وثابر يا بطل ومن خلال هذه الإجابة كذلك نستطيع إكمال بناء الهرم لدينا حتى يتبقى لدينا فقط قطعة واحدة حتى نستطيع إكمال هذا البناء يا أبطال قبل أن نصل إلى النهاية أحب أن نشير لكم يا أبطال إلى المعلومات التي تعلمناها في هذا الدرس وعندما تقومون بالإجابة بشكل صحيح سنستطيع إكمال الهرم أول ما تكلمنا عنه يا أبطال أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم العمل معه في التجارة أم في الزراعة هذا هو كان أول سؤال لدينا هل عرضت العمل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو العمل على النبي صلى الله عليه وسلم معها في التجارة أم في الزراعة هذا هو كان أول سؤال لدينا وقمنا بحله من يذكر منكم الإجابة يا أبطال لنتذكر سويا حتى نستطيع إكمال الهرم لدينا أحسنتم الإجابة هي التجارة التجارة هي كانت معرضة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وبذلك نكون استطعنا إكمال هذا الهرم لدينا من خلال إجابتكم الصحيحة على الأسئلة التي وجهناها لكم إلى هنا أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذه الجلسة شكرا لكم على طيب المشاهدة طبتم وطابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته